بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة مهداء دايماً بيوتنا بتبقى محتاجة يبقى فيها أكسوجين الأكسوجين في البيوت هو الحوار البيوت اللي ما فيهاش حوار في الحقيقة بتبقى في الغالب قبل الانهيار كل ما البيت كان فيه حوار كل ما أهل البيت بيتكلموا مع بع كل ما البيت كان أكثر تماسكاً الحوار يا سيدة مش كلام الحوار حياة كلها الحوار ممكن يلخص ألم حد ويخليه كمان سعيد الحوار ممكن يفتح باب بعد ما الدنيا كلها نسدد في عين حد وعشان كده استمروا في الحوار اوعوا تتوقفوا عن الحوار لأن التوقف عن الحوار في الحقيقة هو التوقف عن التنفس البيوت مش بتتنفس بالهوى البيوت بتتنفس بالحوار الحوار هو اللي يخلي الناس تتشجع على الكلام الحلم ويخليهم كمان يتشجعوا على أن الحياة مازال فيها أشياء كتيرة ممكن نعيشها مع بعض وتفضل صفحتنا معاكم صفحة بن نامج ولا تعسره صفحة بنتلقى فيها كلامكم وتفضل صفحة حوار نتلقى عليها أسئلتكم المباركة وتفضل توصل لنا أسئلتكم وتفتح لنا باب من أبواب النور والبركة صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره اللي بتفضل طول الوقت باب من أبواب الدخول على مجالس النور والبقاء في حضرة الغفور سبحانه وتعالى نتلقى عليها أسئلتكم ونخصص لها وقت عشان نجاوب عليها ونفضل مع بعض دايما في مجالس تحفها الملائكة وتخشى الرحمة ويذكرنا الله في من عندها صفحتنا هتفضل دايما باب مفتوح بيننا وبينكم